اشتركوا في القناة نحب أن نحوصل فيما يتعلق بغياب التصور أن ميزانية الدولة معمولة بتقنية عادية منفصلة عن تصور الحكومة كان تاخذ الإجراء المعمول به عادة وتزيد ولا توسح هذا يذكرني بحاجة مثل عبارة أنت تسوق في كرهبة وتغذل الارتروفيزور اللي سار وتفترض أن الكياس اللي قدامك كما التعديد فيه قبل وتخير روحك في هذه الدورة ما لا يحدث نحن باس كل شيء على الإستوريك الثانيين في علاقة بالإنيش الفيسكال نعطي مثال دول منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية تعمل ما يسمى بتقرير متابعة المصاريف الجبائية لرابور دي ريبونس فيسكال باش نعرف هنالي نيش هذيك قداش جابتلي قداش ماش يجيبلي المغرب دخلتها عام 2005 نختم بنقطة واحدة سمعت وسمعنا الكل بتيتة التروى العنوان الثالث للميزانية في 2018 عندي بارشة تساؤلات شنوما الموارد متاعو هذوما منينجاين كيفاش ميش يزال 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 بو بكر سيانتي تتروى بيجي هذاك علش بكريك لا 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 مش موجود مش ده تابعوني شوية خاطر يلزم يكون داخل في الميزانية هذاك علش نربط بقانون الاساس الميزانية راوكي نحكيوها العنوان الثالث يلزم بي بي شو بي شو بي بي ماتش ميزانية هو تم نسعمل عنوان الثالث بصفة استعارية هي استعارة كنت مش نحكي على قانون المسالحة ورأي نواب وأيضا هيئة الانتخابات نخذهم بسرعة ونقولوا عليهم كل مزوز ناخذ تصريح النواب حول القرار متعالي الوقت يلي مراقبة دستورية مش سيح القوانين هذا طريقه القانون وصار قانون باش نلوجه على نرجعه لنقاشات شكلية هذا ليس نقاشا ديمقراطيا حسب رأي وهذا من باب الكلام على الكلام صعب ولزوم ما لا يلزم ثلاثة ملاحظات أولا نحن نجم نأكد أن الهيئة تعرضت لذغوطات ولا بماذا نفسر أن قيادات من الحزب العاكم قبل صدور هذا القرار دونت على الفيسبوك وتحدثت وسائل الإعلام عن رفض الطعن هذا أولا ثانيا مع الأسف الشديد اليوم احنا في وضعها أنه رئيس الجمهورية هو الخصم والحكم ثالثا رئيس الجمهورية ذا تمسك بهذا القانون بتمريره فهو يؤكد بالنسبة لنا أنه بالفعل ليس رئيس كل التونسيين كلام هذه نعتبره كلام ساهل ومشباهي حد ذاته لأنه يطعن حتى في ممكن نطعن في القانون ممكن ندخل كل شيء في سياسة ولكن نحترم المؤسسات وهذه من مؤسسات الدولة التي تمشي علىها ديمقراطية نحن 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 نأكد أنه خلال الفترة هذه المؤسسات والتأخير هذا والتنطيط في الإعلان على القرار هناك يعني تمت ضغوطات كبيرة على هذه الآية الطعن ما تعديش في هيئة دستورية في هيئة مستقلة أطعن في الهيئة الدستورية ب variability أطعن طو في الهيئة الدستورية يودي علش بنقبلوش بالواقع هيئة دستورية الناس كلها هذا قانون تعدى مشاي لهيئة الدستورية خرجت القرار متاعها هذول يمشيون برشحس القرار وقاعد يوم في برشحس ماعنيها اليوم الوقت الملقبض السوري ماعنيها القوانين معادش عندهم فيها الثقة البارح كان عندهم فيها الثقة اليوم معادش ماعنيها الرئيس هو الحكم في نفس الوقت معناها الخصم والحكم هذا كلمي يتقال التشكيك أن الهيئة عرضت الضغوطات اليوم الكتب العام تحقال لم نتعرض لأي ضغوط وشوفوا بك ثم حاجتين في الحكاية هذه ثم ساعات يزم شوية ساذاجة إيجابية ما معنى ساذاجة إيجابية؟ معنى كانوا بشتنقودون يعني زعما كلمون في التليفونات زعما تعشاوا معهم زعما بعثوهم مرسيل هكا نجم وقت نعموها في كل قانون ومحا كل أغلبية على خاطر ماظريش كان المعارضة اليوم طولي غدوة هي تحكم باش تتعامل وكأنها ملائكة فكالينا لانا ملائكة ولا لانا شواطين تم جدل كبير ثم ناس معاها المشروع هذا وكان ثم ناس ضده الهيئة هذه هل أنه فعلا تقسمت على زوز ثلاثة ضد ثلاثة أو ربما ما حبتش تاخو على عتقها الحسم وقالت هي ثلاثة ضد ثلاثة وأرجعته إلى رئيس الجمهورية على كل حال في كل الحالات المشروع يجب أن يتعدى على رئيس الجمهورية باش يمضي عليه لانه موش خصم حكم وهذه مزايدات أنا شخصيا نحن من ناس كنت ضد القانون هذا ولا أزال في قناتي الشخصية نعتبره ما فيش الضمانة كافية لعدالة انتقالية فعلية هذا وجهة نظري أنا وعبرت عليها وكما عبره برشا ناس اللي معاه واللي ضد اليوم ثم يزمنا نعرفه نوفاو المسارات متاعنا ولو غضبين عليها معناه يزم مسار وفاة يزم نعترفه بتحكمية بعض الأشياء شوفت كيمة مش كورة لو كان مثلا مش حكم ما هي ذيك المشكلة والله شكول هيلة كريزي شكولك راهو الكورة داخلت داخلت السياسة داخلت ديما الحكم فيه مشكلة ومعوتوش مراهات ورجوه عداء لنخسر الحكم هو الضمني أما نضرب الحكم وقت ما عاشت ما معتش ولي ثم قانون الغاب وإلا نضغط على الحكم بشكون مستقل مش بشكون معينة بك هو نحب نختم بالبنك المركزي وهذه مراسلة مشيت لكل البنوك تعمت على كل البنوك خرجت نهار 10 أكتوبر وهي مراسلة سرية كونفيدانسيال مكتوب عليها خاصة 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 خارج من البنك المركزي حول إجراءات فتح الاعتمادات لتوريد المنتجات غير الضرورية أو التي تعتبر غير ذات أولوية هكي يقول الموضوع وفيها قائمة بتقريب 500 منتوج أو 500 منتوج يتم توريده يقول البنك المركزي أنه فتح خطابات الاعتماد لتوريد المواد غير الضرورية أو التي تعتبر بالنظر للظرف الاقتصادي الرهن غير ذات أولوية بتوفير الموردين المعنيين ضمان مسبق من أموالهم الذاتية يغتي قيمة الوالدات موضوع خطاب الاعتماد وتقول أن يعطيت قائمة تفصيلية هل إجراء هذا شنو تأثيره على العاجز في الميزان التجاري؟ على كل حال أنا نعتبره إجراء إيجابي جدا خطحنا ساعات ننوموا على المركزية ما يتحركش شمعنى إجراء إيجابي جدا؟ أنا باش نثورت سمحني القلوب ناخو بـ 100 مليون باش نثورت نعمل نحل واحدة ونأخو كريديا من عند البنك التونسي ونجيب بهم كذا وبعد كيف نبيعهم نخلص ماذا عملت الدولة التونسية؟ لماذا تمنح الاستيراد؟ لأنها ممضي على عدة التفقيات والتجارة العالمية حرة ولكن نقول لك يا حبيب أن تحب تستورد جملة من الأشياء أو من الفواكه أو من الغلال إلى خيرهي تحب تستورد؟ تكون عندك فلوسك حاضر لم تستورد بقرض بنكي ونغرق بلادنا ونغرق دوفيزمتنا وبفلوس نحن عنك أنت فلوس عنك متملون الصور تعد رحك وبيعك منه من أكش ما هو الهدف منه؟ الهدف منه هو تقليل نوعية الاستيراد هذا ومش القضاء عليه مطلقا لكن المذابين نشوفه بعد ستة شهر بعد ثلاثة شهر ما هو المردودية؟ المردودية قد نحن دائما بدأ ناخذ قرارات أحيانا إيجابية ولكن نادرا في ننتبعه ونشوفه شنين مردودية متاحة نقول اليوم وزير تجارة نحب ونرجع إلى حدود على أقل ثمانين خمسة وثمانين من تغطيط بفلمية من تغطيط الوالدات بصديرات أو صديرات ونزلنا بعد برشا نعم حاتم في نصف دقيقة تاريخيا تونس التجأت المثل هذه الإجراءات قبل كانت فهم في الإدارة العامة تجارة خارجية كانت أدي نفس النتيجة كيف كيف البنك المركزي من أجل تقريبا معناها الكنترول الخروج متاع الدوفيس إجراء عادي يستعمل في حالات متاع اختناق السيولة بالعملة الصعبة اللي عندنا في حالة نقص ورغم نشوحدنا معناها كل الدول الأخرى تستعمل بمسميات أخرى وكذا أمريكا كل عام خرجت حاجة باش تحمي الصلب متاحها مصر في السكر أنسي دو سويت إجراء أعتبره طبيعي جدا في ظروف كي من منروا بها تبقينا ربما نخمو في حوجات أخرى على سبيل الذكر الناس اللي عند الحق في الاستيراد أما سريطة أنا تصدر بنفس على الأقل نصف قيمة ما تستورده هذا ما نشوف أسكو زعمة قاعدين نتبقوا فيه فمشيرالي غرض البيع فمشيرالي غرض البيع لازم تصدر بنفس لا لا فهم لا لا لازم تصدر حاب تصور الجروب يلزموا يخرج تصنع بعض خطر جروب هو تلقى عنده فيليال تخدم يخدم في حاجة معينة كان موجود هذا يقبل موجود التوى القانون التوى معاشي التبق تحاله في تونس من غير ما يكونوا مصانع تحالته كنت الإجراء هذا إيجابي ماهوش رسمي ياسر أما ماذا بينا زادا خمو في حويجة تخرين الراقب مدى احترام شكرا جزيلا بركة الله فيك حاتم مجيدي شكرا بركة الله فيك تقالوا معك في مناسبة أخرى نستقبل مع بعضنا مهدي جماعة بعد قليل في حدث هذا اليوم